اهلا بحضراتكم بعد الفاصل النهاردة معنا ضيف ضيف عزيز على شاشة قناة النادي الاهلي وهو من ولاد النادي الاهلي اللي بيعشاقه النادي الاهلي حب حب غير عادي حتى بعد ما مشي من النادي الاهلي ظل إخلاصه وحبه للكيان نفسه عشان هنا بقول لكم اللي بيلعب في النادي الاهلي حتى لو يوم او اسبوع بيتأثر بمبادئ وعسس النادي الاهلي إخلاصه للكيان وهم دول فعلا اللي بيبقوا اولاد النادي الاهلي هو نجم موهوب بدأ مشواره من المنصورة وكان سنه تقريبا عشر سنين لحد سنه ما وصل 18 سنة كل ده كان في المنصورة وانتعارفين ما ادراكم المنصورة لعيبة سوطوحي على بيدير على الله رحمه صعد السليط يعني فيه لعيبة انا مش عاوز انسى حد فيهم لانه كلهم حبيب كلهم اصدقاء وناس يعني والشال كل ما هفتكر حد هقوله لان الناس دي ناس دي هافضل على الكورة المصرية وناس كانت اخلاق عالية جدا وكان بيجي قدوا المطلوب منهم بأي صورة فعشان كده انا بقول لكم هو كان في المنصورة وكان اصغر كابتن فيه فريق نادي المنصورة من سن من عشر سنين لحد 18 سنة وليه هتقول لي كابتن نادي المنصورة واصغر لعيب في الدور العام لان المدرب المدير الفني للفرقة شاف ان عنده شخصية القيادة شخصية القيادة دي تفرق مع مدير الفني لما يبقى عنده لعيب عارف يدير الامور مع اللعبين او قيادة للعبين لحد ما صنه وصل 18 سنة ويقول لكم كان كابتن في نادي المنصورة وبعد كده من نادي المنصورة اشترافوا قد دي نادي المنصورة دي نادي كبير اول راح منتخب الشباب وراح المنتخب الالومبي وتقلق واجاد وعمل شغل عالي جدا كان برضو في نفس الوقت كابتن منتخب الشباب ومنتخب الالومبي كان كابتن الفرقة يعني مش في المنصورة بس لا ده كان كابتن الفرقة في منتخب الشباب ومنتخب الالومبي واللي حقق منتخب الالومبي كلنا فاكرين طبعا او كان كاس العالم الشباب اللي كان في الارجنتين وحقق اعظم انجاز في تاريخ كرة القدم المصرية على مستوى بطولات العالم والانجاز ده كان انجاز علامي كلنا طبعا فاكرين لما خدنا المديلة البرونزية في الارجنتين في كاس العالم ليه الشباب كان مدير الفني كان في الارجنتين كان المدير الفني كان الكابتن شوق غريب اللي حقق نتائج مزهلة مع المنتخب الشباب وكان كسب معانا أمه فرقية 86 وشوق طول عمره ورح لوس انجلس يعني مدرب متمرس على الكلام ده وبعد كده بعد ما حقق المديلية البرونزية في كاس العالم للشباب مين اللي شافوا النادي الاهلي شافوه وطبعا هنا عندنا مهندس صفقات مهندس عادل القيعي شافوا شاف موهبته ورح على طول ضمه لصفوف النادي الاهلي القصة دي كلها تعرفوها منه طبعا وحقق بطولات كتيرة جدا مع النادي الاهلي وفترة من فترات سب النادي الاهلي ورح نادي امبي وخد معاه بطولة من بطولات كاس مصر بانكم هو بطول عمر القيادي وحقق مع النادي الاهلي وحقق مع منتخب الشباب ولما راح امبي حقق معاه كاس مصر خده من النادي الاهلي هناك وبعد كده حب بقى ايه النادي الاهلي لما القصة اللي هو ضموه لها هتعرفوها منه لانه هو طبعا عنده كلام كبير جدا وقاعد فترة أسيرة جدا بعد ما راح امبي راح اتحاد اسكندرية وبعد ما راح راح للجونة وكان ليه مشوار طويل مع الجونة قاعد فترة طويلة واعتزل الكورة بعد كده وكان سنه تقريبا بتاع 29-30 سنة وشعر بعد كده ان بطل خد قرار الاعتزال لان حس ان الكورة راجعت وكورة بقى ملهاش ايمة وملهاش اي حاجة خالص وخلص مشواره في الكورة واتجه للتدريب وكان ليه تجارب كبيرة قوي بدأها مع الجونة ومع النادي الاهلي مع وادي دجلة ثم رجع للنادي اللي بطل فيه اللي هو الجونة وعمل في نادي الجونة مدرب مساعد وكان تقريبا مع كابتن حمادة صدقي واشتغل حد ما وصل مدير فني لنادي الجونة وبعدها راح الدخلية اكيد طبعا عرفته وكان عنده هدف والهدف ده يعني عاوز اقول لكم كل النتيجة دي اتسطرت بالتاريخ واتسطرت في حروف من دهب فيه تاريخ النادي الاهلي وفيه تاريخه وهو سجل الهدف الاولاني في مباراة النادي الاهلي مع نادي الزمالك اللي هي كلها المباراة اللي انتوا عارفينها ستة واحد وهو اول كرة يلمسها في مباراة الاهلي والزمالك هو سجل منها الهدف الاولاني وسجل الهدف ومن ساعتها الناس عارفت مين هو نجم حلقة الليلة اللي معانا وزي ما اقول لكم هو نجم خلوط جدا وابن من ابناء النادي الاهلي وهو ناس بعض ناس تقول لك ما هو بطل برة ما يشتغلش من النادي بالعكس النادي الاهلي بيرحب بولاده في اي وقت تعالوا مع بعض نرحب بنجمنا ونجم حلقة الليلة من المجري مع الكابتن رضا شحاتة نجم النادي الاهلي السابق اهلا بيك كابتن رضا معانا في المجري